كالعادة بنبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات سباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت إنبارح ومن أهمها تفقد سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لمقر أكاديمية الشرطة وحضر سيدة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية وأكد سيدة الرئيس على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن وتحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم اشتركوا في القناة وكان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بعد السيدة الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة حيث أكد سيادته على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بتطلعات الملقات عليهم بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم أخذا في الاعتبار مسئولية وزارة الداخلية في الصهري على حماية أمن المواطنين وقد دار حوار مفتوح ما بين السيد الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجهه الدولة من تحديات متنوعة حيث أوصاهم السيد الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة للطلاع بانتظام مشددا سيادته على ضرورة أن يكون قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاكتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف للتحاقي بوزارة الداخلية اشتركوا في القناة